القداسة هي جوهر صفات الله يعني الشهوة لو جات لي في الأول لو صدتها مش هتعمل حاجة لك ايه رأيكم يا بخت كل واحد اللي عنده بار في حياته عافين البر اللي هو ايه؟ الكتاب المقرس يا حبي بسم الله ياب والابن والروح القدس الاله الواحد امين موضوعنا النهاردة وحلقتنا النهاردة صغيرة شوية اسمها هو وهي وانا عاوز بس اركز على ادوارنا في بيتنا عاملة ازاي دور الزوج ودور الزوجة مشكلة اي بيت مسيحي انه هو بيبعد عن ربنا وبيبعد عن الانجيل وبينسى دوره في البيت او بتنسى دورها في البيت الحل الوحيد عاوز اقول لكم حاجة اي ما تحصل مشكلة افتح الانجيل طلع رسالة بولس الرسول الى اهل الافسوس افتح اصحاح خمسة لو قريتوا انتو الاثنين اصحاح خمسة ومشيتوا معا خطوة خطوة صدقوني صدقوني المشاكل كلها هتروح بس اعملها بامانة بولس الرسول في الاول بيكلم الزوجة ومن خلال كلامه للزوجة بيدي رسائل للزوج بيبدأ بيقول ايها النساء اخضع عنا لرجلكنا كما للرب اخضعه يعني احترميه وديله مخافته وديله وقرمته كما للرب لان الراجل هو رأس المرأة كلام ده يستعبى يا ابونا طب وبالنسبة للراجل ايه رأس المرأة ده هو بولس الرسول علشان هو كان راجل فبيقول الكلام ده طبعا في ستات كتير ممكن تقول حاجة زي كده ولكن تكملت بولس الرسول بولس الرسول كمل الاية هنا ويدي رسالة للزوج لان الراجل هو رأس المرأة كما ان المسيح هو رأس الكنيسة ومخلص الجسد طيب يعني بيقولك الراجل هو رأس المرأة كما ان المسيح هو رأس الكنيسة طبعا المسيح عمل ايه كنستو هي دي الرسالة انت مش رأس المرأة خلاص لا كما ان المسيح المسيح بحى من اجل كنستو بزل دمه من اجل كنستو تعب من اجل كنستو كان يقول كل الشوارع يصنع خيرا من اجل كنستو فانا دوري ان انا اعمل زي ما عمل المسيح من اجل كنستو اعمل من اجل مراطي المراطي دي اللي خدتها من قدام الهيكل خدتها بأمانة أعملها زي ما المسيح بيعملنا أحتضنها أطبطب عليها أحاول أبزل حياتي وأبزل وقتي كلها من أجل إرضاها شايفين العلاقة هنا أخضع لزوجي كما للرب أعامل مراطي كما المسيح عامل الكنيسة أضحي من أجلها تخيلوا بيت زي كده يبشكله عامل إزاي احنا بننسى يا حباي النهاردة حلقة صغيرة بس بنفكر مع بعض دور كل واحد فينا بعد كده بيكمل أيها الرجال أحبوا نسائكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها بيقرر الرسالة هنا تحب تحب مراطك والحب هنا بيقول مش محبة وخلاص لأ زي ما المسيح حب الكنيسة أنت دورك تحب تحب مراطك من أجل هذا يترك الراجل أباه وأمه ويلتصك بامراته ويكون الاسنين جسدا واحدا وهنا الرسالة الأخيرة عاوز يقول لك إيه أرجوك أرجوك مراطك رقم واحد جوزك رقم واحد تزعلوش مني قبل أبوي قبل أمي قبل إخواتي قبل حتى أولادي لو هعامل جوزي رقم واحد لو هعامل مراطي رقم واحد الحياة سدقوني هتبقى مليانة سلام هتصمر وهتأثر في عيالنا وهتأثر في كل اللي حوالينا وهنبقى مثل حلو جدا للي حوالينا سدقوني علاقاتنا بين القبلز في البيت إحنا أحيانا بندل أولادنا لسائل غير مقصودة وبنقع فيها طريق علاقتنا بيننا بين بعض يعني تخيل ابني لو شايفي مشاكل كل يوم بين بابا وبين ماما أو أي حد شايف مشاكل بين باباها وبين مامتها هتكره الجواز وهتكره الفكرة أساسا أنها ترتبط وهتكره تقولك أنا أساسا مش عاوز أتجوز وإيه بإن حصل إيه أثرنا بالسلب على ولادنا وبرضو القديس معلمنا بولس الرسول بيقول في رسالته الأولى لتمساوس آية مهمة جدا أخذها على الاتنين إن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيم أهل بيتي فقد أنقر الإيمان وهو شر من غير المؤمن ترسالة خطيرة جدا يعني يقولك أي حد هيهمل في بيته وفي خاصته وفي أهل بيته ده أشر من غير المؤمن ففي المفروض أعمل إيه إن أنا أبزل نفسي من أجل بيتي أشوف احتياجاتهم النفسية احتياجات مراطي النفسية احتياجاتها طبعا المادية الاحتياجات كلها تبقى مسؤول عنهم ودوري كزوجة أشوف احتياجات جوزي النفسية أحاول أريحه أحاول أعمله أهيأله كل شيء علشان يقدر يبزل فعلا علشان يقدر يشتغل طقس الكنيسة حلو جدا 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 في طقس الزيجة طقس الكنيسة بيحصل فيها حاجة جميلة جدا جدا بيجي أبونا يلبس الراجل تاج معنى إيه ومين يلبس التاج؟ الملك ويجي يلبس الزوجة تاج عساس إن هي تبقى الملك جلسة الملك يعني مين الملك؟ التاج يعني ملك يعني إيه دورك؟ ليدر رئيس مسؤول عن البيت ده ماديا مسؤول عن البيت ده عاطفيا مسؤول عن البيت إنك تدبر كل أمور البيت الملك أو الرئيس مسؤول عن الدولة ويدبر كل أمور الدولة بأي طريقة من الطرق ولكن لو أهملت لو الأدوار اختلطت بيتأثر كتير قوي قوي على البيت بالسلب وبعد كده بييجي يلبس الراجل بورنوس أبونا يعني يقولك زي ما أنت الليدر والملك والمسؤول عنها كملك وليدر أنت برضو مسؤول عنها ككاهن ومين يلبس البورنوس ده؟ الكاهن يعني مسؤول عن البيت أيضا روحيا وأبونا بيعمل إيه في الخدمة؟ أبونا بيخش يطبطب عن الناس وبيشجع الناس وبيسامح وبيحاول يعلمهم إزاي يعيشوا مع ربنا دي مسؤولية مهمة جدا 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 أن أنا حتى أكون مسؤول عن البيت روحيا نيجي للزوجة بيقولها أنت ملكة والملكة تعمل إيه؟ تقدم احترام للملك وتبقى خاضعة ليه وتحاول تهيئ كل أمور حياتها علشان خاطر تسعد زوجها تخيلوا لو عملنا الحاجات اللي تكتبت في الكتاب المقدس ده تخيلنا لو ركزنا في طاقس الزواج ده صدقوني ما فيش مشكلة هتقعد أكتر من دقيقة وهتمشي والسلام هيكون مالي بيتنا بمحبة ربنا طبعا اقروا الكتاب المقدس حط رسالة أفسوس صح 5 ده دستور تقروا كل يوم وربنا يقف معاكم ويملأ قلوبكم بالسلام والمحبة لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أبنين باسم الآب والابن والروح الكدس إله الواحد أمين اشتركوا في القناة